اشتركوا في القناة ما هي الاجهزة التي تدعم ايوز 26 والاجهزة التي لا تدعم ايوز 26 اولا في البداية ندخل على محرك البحث جوجل اول ما تقوم بدخول محرك البحث جوجل اكتب ابل اوكي وبعد كذا اكتب USA ولايات المتحدة الامريكية ندخل محرك البحث جوجل على موقع ابل ولايات المتحدة الامريكية اللي هي اول واحد في محرك البحث جوجل اضغط عليه انتظر لحد ما يتحمل الصفحة كاملة اوكي في اليمين بيقولك انا 3 خطوط اضغط عليها وبعد كذا بيقولك انا iPhone شفتها اضغط عليها نزيل وبعد كذا بتنزل تحت بيقولك انا iOS 26 شفتها اضغط عليها اول ما تقوم بضغط عليها بيقولك بهذا الشكل انت ايش تسوي بتنزل تحت اخر شي بعدك 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 لحد ما توصل على القائمة الهواتف يقول لك هنا ايوز 26 الهواتف التي تدعم ولكن في اجهزة لا تدعم مثل ما شاهدتوا في ايوز 18 كان هناك اجهزة الايفون XS العادي و XS Max و XR هذول الهواتف لا يدعم ايوز 26 الهواتف التي تدعم ايوز 26 هي كالتالي ايفون 11 العادي 11 برو 11 برو ماكس 12 12 برو 12 برو ماكس 13 العادي 13 برو 13 برو ماكس 14 العادي 14 بلس 14 برو و 14 برو ماكس 15 العادي 15 بلس 15 برو 15 برو ماكس 16 العادي 16 بلس 16 برو 16 برو ماكس و 16E وايفون SE الاصدار 2020 والاصدار 22 وهذه هي الهواتف التي تدعم ايوز 26 طبعا الناس بتسألني متى النزول الرسمي نزول الرسمي في شهر تسعة الفين خمسة وعشرين هذا اللي نزل فقط لنسخة المطورين طبعا هذه النسخة ما انصح للجميع حد يستخدمها لان هذه النسخة للمطورين فقط يكون في اغلاط وتحسين اللي تقرب بعشان يطلقوه في شهر تسعة يكون ما في مشاكل وهذا هو باختصار شديد الاجهزة التي تدعم مايو 26 والاجهزة اللي لا تدعم مايو 26 علموا ما تمنى كان واضح واستفدتوا على هذا الفيديو واشكركم على مشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة